بسم الله ودن ورحمة قدس وإلها الواحة التأمين تحمل علينا نعمالك ورحمة وبركاته وإلها البيانة التأمين في كل سنة وحقراتكم الطيبين سعيدة إننا أكون بياكم هنا في برشية النفسة في بيانة وفي كنيسة الشهيدة قديسة الشهيدة العفيفة بيانة والشهيدة عبدالنوب الناسي وفي إلقاء المنحفة وإلقاء سعيد محمد نهاية أبا جابريبيل رسوط النمسا والقطاع الأنمالي من سويسرا سعيد موجود محفار الأجلال من أكثر من البلد في أوروبا ساعدنا للقاء الشباب أفدا إذا أراد ربنا وعشنا وسعيد موجود الأباء الكاهنة وأباء رنوان سواء من إلقاشية النمسا أو من إلقاشية أخرى وسعيد أهل بينا وأهل بينا وأهل بينا في أهل ثانية وأهل بفرنسا والسويت سعيد أخذكم كلكم والحقيقة أنا هنا في النمسا بقالي مثلا محصل تيام مع محاكس دي كده وزورنا على الدير تحت التأسيس من القديسة حمد بالرهبات وصدينا في الموترانية ومتشلنا كميز ونشكر ربنا أولاً جميلة ويعنيشنيها في أبا جبريل وعمر ويخدم كل الأباء كل واحد في حلمته وفي برشير كنت أبتديت في الاجتماع الأربع وإحنا في مصر أبتديت أتكلم في موضوعات خص الأسر واللي كان يتبعني أو يتبع الحفرات الآية كانت تنفيذاً بقرار خدنا في المجمع المقدس في آخر اجتماع في شهر يونيو اللي فات واتفاها أننا نخذ السنة من يونيو 22 إلى يونيو 23 نتكلم فيها تحت موضوع أسرتي مقدسة أسرتي مقدسة والهدف من الموضوعات ده هي أن احنا كلنا نبدي فكر صح على الأسرة نبدي فكر المسيح في الأسرة المسيحية لأن طبعاً كتير مننا بيتفرج على عروض وعلى حاجات على السوشيال ميديا وعلى التليفيجيون فيها أفكار ما هياش مسيحية وانت بتبقى يا عدمينتي أعمالتك في الأفكار هذه والمفكار ده هذه ما تبنيش الأسرة المسيحية القوية الأسرة بنتكلم عنها الإنجيل علشان كده اتكلمت في المرات اللي فاتت في مربوعة من المربوعات والنهاردة عايت أكلمك عن يوم الإكلية وتساعة أو الوقت بتاع صلاة الإكلية أو صلاة الزيجة المقدسة هذا ما هي الجزء من سفر التكوين يعني من الأيام الخليقة الأولى ربي تبصر في القصر يكون شكلها في الإصاح التالي في عدد 18 يقول كده وأركبكم تفتبنكم من كل كلمة وقال الرب الإله ليس جيدا أن يكون آدم وحده فأصنع له معينا نظيره وكما أن روي الإله من الأرض وكل حيوانات البرية كل طيوم السماء وأحطرها إلى آدم ليرى ماذا يدعونه يعني آدم كنوه شغلانة أن يسمي الطيوم والحيوانات وكل اللي في البرية وكل ما دعا إلى آدم ذات نفس الحية فهو اسمها يعني آدم الأسد وده فيه أورا التسمية وهي اللي تواجدت في اللغات كلها من أيام آدم فدعا آدم بأسناه جميع البهائن وطيوم السماء وجميع حيوانات البرية وأما لنفسه فلم يجد معينا نظيره حوالي حيوانات فوقيت يوم الطير في سمك في الوحي في نبات لكن مش متعزي مش مقصود مش لاقي ياخد ويدي مع معين نظيره عمل إيه ربنا فأقطع الرب الإله سباتا سباتا يعني له على آدم فناد فأخذت واحدة من أطواعه وملأت مكانها لحما آدم اتخلقت من طرع المرأة اتخلقت من ضلع في آدم وده شكل من أشكال الكرامة المرأة وملأ رب الإله الضلع التي أخذها من آدم امرأة وأحطرها إلى آدم معين نظيره فقال آدم هذه الآن عصد من عزاني ولحم من لحمي كائن مريب جدا جدا ده من أطواعه وإيقيمة الرجل من قول الرجل الرقص المرأة مش الكاتر رياسة والمرياسة والكلام والسيطرة لا ده معناه أن أقرب كائن له مسؤول عنها هذه الآن عزم هذه الآن عزم العزاني ولحم من العمي هذه تدعى الرعاة لها من إبريق أخذت اسمع بها الآية الجاية كل هذه القصة الخليطة فآدم تسمية الحيوانات والكائنان ثم خلط الحوال كمعين نظير من ضرع آدم لذلك نحن في الصحة الثاني في سفر التكوين لذلك يبرك الرجل الأباء وهمهم ويرتصف لإمرأته ويكون الإسنان كسداً واحداً ده بالتكوين من العصور المولة للبشرين لما يجيب النهاردة واحد ينعف بخر بأي سورة بأفكار أخرى هو دي السورة اللي حطها المسيح الله ننى في خلطة الإنسان يبرك الرجل أباه وهمهم ويرتصف لإمرأته ويكون جسداً واحداً سفر التكوين لإصلاح التالي كلمتك في المرات اللي فاتت على قيمة سر الزيكة وقلتلك بيحتاج استعداد الشباب والشبابات اللي موجودين ويانا وبابا وماما واللي يسمعونا ويشوفونا لازم تبني فكر صح فكر صح لازم يكون عندك خمس أبعاد لنسميها اتحادات عشان تكون سر الزيكة عشان تكون الأسرة واحد الاتحاد الفكري يعني انت وانتي اللي هتكونه الأسرة لازم الأول نتحد عن طريق الفكر تبقى أفكارنا واحد مش واحد يفكر شباب وانتاني يفكر مين واحد ريديته للحياة بلون والرؤية التانية بلون تاني لا لازم يحصل تماسل وتكامل في الفكر والطبول في الفكر الاتحاد الفكري دي فترة الخطوة في فترة الخطوة الاتحاد العاطفي انت ربنا خلقك وانتي ربنا خلقك وخلق فينا العاطفة والعاطفة المقدسة لما نوصل بسن المراقب كده تبتيت تكون فينا عواطف كل جنس ينجزل للجنس الآخر استعدادة لتكوين الأسرة الاتحاد العاطفي نبت نبت الاتحاد الروحي لازم يحصل شكل من الاتحاد الروحي لأن الزواج في الفكر المسيحي ليس طرفيا في الفكر المسيحي ثلاثة يسميها تريبل بونت يعني الرابطة السلاسية والخط المسلوس لا ينقطع سريعا سفر كامعة يقول لنا كده اسلام خارج من واحد والخط المسلوس لا ينقطع سريعا ففي رابطة زيجية ثلاثية طبع يكون فكرة مشاورة طبع يكون دخلت في حاجة وما انت شايفان أبعادها وانت كشباب مشباب بنكمل فكر صح عشان نبني أسرة صح أسرتي مقدسة نبرة ثلاثة الانتحاد الروحي اللي فيه المسيح نبرة أربعة الانتحاد الاجتماعي قدام المجتمع ده خطيمي ودي خطبتي وأحنا الاثنين وبنفتخر ببعض بفتخر بخطيبي وبفتخر بخطبتي قدام المجتمع وفرحاني ان الله أعطاني النعمة لهينة سواء هو أو هينة مهلي بعد صلوات وبعد التفكير وبعد اجتهابات كتيرة وبعد المشورات اللي لقيت بل الاثنين التفكير واحد الفكري اثنين العاطفي ثلاثة الروحي أربعة اثنين ثم الانتحاد الكسدي اثنتين خلال سنة الزيجة الانتحاد الكسدي ونتكلمت على خمس أبعدتهم وشرحتهم كويس وقلتهم بطريقة طيبة وشرحتهم مفتصرين طبعا لأن المواضيع دهات فيها كلام كتير النهاردة احنا وصلنا اليوم الكثير اليوم المميز في حياة الإنسان اللي غالبة لا يتكرر غالبة لا يتكرر يوم مميز يوم ارتباطك انت وانتي ارتباطكم انتوا الاثنين وابدائي التكوين أسره ونقول كده البعض مستحنا عدنا فرح عدنا فرح فرح يملك كبار ويملك الصغيرين ويملك الأصحاب ويملك كنيسة ويفرح السمن وفرح النسيح فرح نسميه الإكليم الإكليم يعني تاك لما بتفوز بكسابة بيدون اكتاك علامة الاتصار فلما بنقول إكليم ده معناه ان احنا حصلنا على اتصار اتصار بمعورة المسيح واحنا الاثنين هنجاندوا يا بعض عشان نفضل ننتظرين ونسميه سر السيجة المقدس اللي قال عليه بولوس الرسول في البولوس اللي بنقرأ في رسالة أفاسوس في يوم قديم هذا السر العظيم وحطينا صورة بهية ان هذا السر المسيح اللي اتحبت كنيسة المسيح اللي اختار الكنيسة المسيح اللي فده كنيسة وبعدين يقول لك يا كل رجل ويقول الامرأة يلي تكونت سر السيجة وبدين تكونه انت على لسان المسيح وكنيسة فيه ارمى كده قديسة محمد زهامي الفهم يقول كده الأسرة ايكونة الكنيسة ايكونة الكنيسة الايكونة اللي في الكنيسة فيه صورتها مفرعة لبنا نحط ايكونة التديسين كده ده احبت نفوت عليه ونفوت البركة والايكونة اللي مدامة نوردي ايكونة القديسة ودي القديسة الفلانة ودي الشهيد ودي الشهيدة ونبقى فرحانين انت رايح فين النهاردة انا رايح تنيسة الشهيد مرمينة رايح تنيسة الشهيد المليانة والشهيد ابنوه ونسمي كميسة باسماء التديسين بانروح لابنهم لانهم عايشين ويانا بارواحهم الأسرة اللي بتتكون ايكونة الكنيسة ايكونة الكنيسة تعال ايوم المتليج الكذب ويا بعض كده بصورة محددة شوية ونقدر نفهم شوية يوم المتليج يوم لسيوم مميز ويوم تاريخي ويوم نحتفل بيه سنويا ويوم له ذكريات له ذكريات أبونا ده أو سيدنا ده اللي عمل لنا الكليل الكنيسة دي اللي عملنا فيها الكليل الفرحة اللي بتكبر وبتبعها قبل الكنيب قبل صلوات الكنيب عايز اقول لك على شوية حاجة واحد خلص كل الانتزاماتك قبل يوم الكنيب متل ايش يكنك الكليل مستوك في اي حاجة خليه يوم هدد وخلص كل الانتزاماتك حتى يصير كليلك الكليل اه انت تركز فيه انت عايش جوا انت تصير زيكة غالبا وربما يحفظكم كميعا مرة واحدة حاجة قريمة كبيرة انت النهاردة انت وانتي الكنيسة والروحة بكدس يربط ما منكم الى لهاية العمر يا اب ده يوم خطيري في حياتي يوم المعبودية انت تولد من الولادة التانية من المية والروحة ويبقى لهم فرح ولمسوا الطفل الملمس البيضاء والزدار الأحمر ومنزدرة نبقى فرحانين جدا ونكفي التاريخ المعبودية وياخد اسم في المعبودية يوم جميل بس للشخص لكن في يوم الكليل ده انت كشخص بترتبط بهي وهي بترتبط بهو خلص الاختسامات يقول الكليل ما بيجيش فجأ ده بيجيب بتاريخ لحياتي لاستحق ذلك دي نمرة واحد نمرة اثنين نحضر انت وانت قداس هادئ احترمتوا لدين قداس وابنوا وابنوا الخطوة الأولى في سر زيك احدى تدين وابنتناول من الأسرار المقدسة وابنقول احنا هنبتدي بقى بداية بيت كتير أسرة كتيرة بتتولد سيبك من المظاهر الاجتماعية مظاهر الاجتماعية ان كتير ردية الاحات تضيع قيمة هذا اليوم كمان حط قدامك ان اليوم ده هو اللي فيه الاتحاد ما بينكم انتوا الاتنين وصار داخلين انت خطيب وانت خطيبة تخرجوا بكنيسة انت زو وانت ثوكة والمسيحة والسطور روض ما بينكم علشان كده وانت ثوكة عايز اقولك لازم يكون عندك النية الصافية لانجاح هذا الزواج ما انت صليت وانت صليتي وانت خطرت وانت خطرتي ما حد تشترق حد على ايده عشان ياخد الطرف الاخر وعدتوا يا بعض فتخط خطوبة كافية وفهمتوا بعض وابتديتوا تحلاموا يا بعض وتبصوا بالمستقبل ما يا بعض ده حاجة جميلة جدا فانتو بالاتنين تتكون عندكم النية لانجاح الزواج بس النية دي عايزة ارادة انا لازم انجح زواجي انت تقول كده وانت تقولي كده وانت واقفين في الوداس الميلة الوداس اللي هو قبل الكليل على قوله بتقول كده اديني يا رب بالارادة القوية ان انا انجح زواجي انت تصلي كده وانت تصلي النفس الصلاة عايز انجح زواجي الزواج دي مش تجربة مش بلي عم تجربة يا نفعة ما نفعتش لا طبعا عشان كده املاها تنهيل بمراحل كتير يأتي يوم الزواج يأتي وقت الكليل اول حاجة عايزة بتعرفها ان احنا الاثنين اللي هيتجوزوا بيدخلوا الكنيسة على لح يا ملك السلام يا ملك السلام وهي دايما تكون على يمينه محيط نصيره هي دايما على يمينه في الصلاة وفي التصوير وفي المناسبات دايما انتي على يمينه هو ندخل الكليلسة على اللح يا ملك السلام كأننا منقول ان السلام البيت ده هو بالمسيح اللي هيحطر فيه المسيح اللي هناخده ويانا واحنا رحيم بنا واحنا رحيم بنا واحنا رحيم بنا بنا هناخد المسيح ويانا فاسمع النحن كده يا ملك السلام هم عطلنا سلام طنerton بنا سلامك واقفو الله انا خطايان خض بالك من المفتدر تعبير كتب ملك السلام عطل بين السلام ما كاركش انت في graphينا السلام غير من عطل المسيح ملك السلام نبرأ دلالة يا ملك السلام أعطنا سلامك إدينا السلام ده في البيتنا في حياتنا في الصدق وفي الضرب وفي الليل في كل أيامنا في أعمالنا في خدمتنا في علاقتنا وبعض في الكلام اللي بنتكلمه يا باب أعطنا سلامك سلام المسيح نبرأ دلالة قرر قرر يعني سدد إذا ما فيه أحد يسميه سادت سدد سلابك فينا مش السلام ده الرقوي دي وكلكم حفظين للآله طوبة لصانع طوبة لصانع السلام لأنه أبناء الله العرب يعني كل ما تعمل سلام في بيتك كل ما تصل إبن الله فيه أحد باني عنه هنا عبي عايدت فيه أحد يتبقى عايدت ليك السلام من إيه؟ إذا كنت إنت إنا غير مستعد إنك تصنع سلام ده كان إنا متأسد كتير من ورشة ده كانك بتقول المسيحة لا يريد أن تقول المسيحة مين يطلقون كده؟ بعد ذلك بطريقته الصعبة بطريقتها الصعبة أنا لما أتكلم من لا أقصد طرف من أثنين طرف معين يعني يعني هو هي وهي هو بالظبط يدخلوا الكنيسة بالنسة الأبيض الكبير ومقول الإستعادات الكبير ده هو يا ملك السلام عاطلها سلامة والشمامسة وإياه وأبونا الكاهة أو أبونا الأسطف ومقول الكنيسة كلها حضرة الكنيسة كلها حضرة إيه؟ إيه جمالتها؟ ده الكنيسة بتتولد بنعمل فرع كتير للكنيسة الأول اسمه أسرة سيكم صاد طيب ده خمت طبعا غالباً الأب يسلم بنته للعليس للخطيب اللي هو خلاصة كانينه وابنه ويبتدوا بدخلوا هما الاثنين ويبقوا أخوا بداناً لهيكا نفس المكان اللي بيترسل فيه البطرق والأسطف والكارم يا هذا هذه عصمة سلة زيكا ما هو البطرق والأسطف والكارم جايين من قصر مش كده برضو؟ إن فيه بابا وماما بابا وماما مجوزوا جواب كنيسة هي ديه صورة جميلة ما إبنك وبنتك وصف بلد لما الأسرة تبكي بأبناء ومنات ما إبنه والإبنة دي ممكن يصير شيء في الكنيسة بأي صورة بالصور جايبس جايب الأسرة يبتدي بيقفوا في نفس المكان اللي بيتبلي فيها نسابة الأب الأسطف أو الأب المشراط أو الأب البطرق أو الأب الكارم أو الشماز نفس المكان قدام الهيكل نفس المكان أرجوكم تاخدوا بالكم من أهمية هذا ولما يغفوا ويفشوا في الكنيسة نحطه في دبرق ورد ورد كده أشكره كمين الورد ده رمز للعودة إلى الحياة الفرتوسية الفرتوس ياب حتى الورد اللي يحفونها يقول لك يلا بينا نزيد الكنيسة ولا نزور الكنيسة بيقولوا كده مش كده قردوا يلا بينا نزور الكنيسة الكنيسة مش عاجزة زوالة لكن عايزة معنا من المعاني الجميلة الورد اللي بيتحط لهوا اللي ده عودة إلى الحياة الفرتوسية ياب ده الكنيسة بتاخدنا في رحلة بعيدة خالص 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 مش مجالب الحمش والتوارده وزواره ولا مش أي معنى لا لهم معنى بعد مندفو الكنيسة وتبتدي الصلاوات تبتدي الرشبات الرشبات الثلاثة ونقول ناقد اكليل فلان على فلانا وناقد اكليل فلانا على فلان في الرشب الثاني وفي التالي فلانا على فلانا ناقد لشان كده بنعمل عقد وعقد ده عقد إلى نهاية الحياة عقد لو قلت لك لازل يكون متوفر عندك النية وعندك الإراضة مش هلنجح جوازي وبعد كده لما ببتدي بالحكاية دهية يبتدي الصلاوات تبشي مش هندخل في تفاصيلها لكن بيترشب العريس والعروسة بالزيت بالزيت المطرس طب اين الرشب هذا؟ ما هدي كنيسة جديدة بتدشر زي بالظبط ما شفته واحنا مندشر المزامك والأيقونات في الكنيسة مندشرنا يوما لكم على نفاتت مندشرها مندشر الكنيسة بالزيت الميرون بالزيت الميرون المقدس ده بالزيت الميرون لكن مندشره علشانه سيصيره كنيسة جديدة احنا بنشرد في الإكليم لحظات تكوين كنيسة جديدة للأسف الناس بتبقى مجهودة في الكلام وفي التصوير وفي الحركات والم يتكلم ومنون يكلم على فستانة وعمصة شكله ايه والعريس ده لابس ايه وبيعملوا ايه واعبيه ازاي الدول مكشرين الدول مكتسب ويسيب كل الصلاة أحدث الصلاة ده بتتولد كنيسة جديدة ونتشرد من الحكاة التالية ده أحيان الرجل المصوراتي يقول ايه يجي عند ابونا ومساة يقول صلاة يابونا هو مخرج هو المخرج هم شابونا ومسايتنا ومسايتنا ايه ايه عايزي نساكل اللحظات الطلية نساكلها بس لازم يا اخوتي ندرك عظمت وقيلت وباركت اللحظات تصير هزيكة هو أضايحة عليك وانت بتعمل تصير هزيكة بكل يوم هو أضايحة لحظاتي عليك أحكي لك حكاية في مرة أنا خضرت الأكل لبنت لبنتنا وخطبنا كويس أنا كنت أعرف البنت كنتش أعرف الأول المنتجة الأكل الذي يقوله دعم في كنيسة من كناس القاهرة وقفت البيت وقالت للناس قالت لهم أنا الخطيبي فلان متشكرا لكم بتحضروا الأكل ليه طلب عندكم أركوكم وحتى شيء نهائيا إلى خلص الأكل وأنا الخطيبي اتفقنا أننا طول صلوات الأكل هنروف مضمضين ونصرد هنروف مضمضين هنروف مضمضين هنروف مضمضين عشان صاحبنا المصوراتي يعمل إيه يرفض مش كده قلوك هيصورنا سنوارا شايفين الرائعة في القصة والفضول الكريم مضمضين بيصروا وطلبوا للناس إنهم يصروا من أكل بيتهم الكتير النهاردة لوني كان خمسة وعشرين سنة متزوجين في كابت من أروع الأسر ربنا عظمه أبنا بحلوين وعيشين وزيد الفلس وربنا مبارك في حياتي في كل حاجة حاجة طريقة مش هقدر أقول كل ما استعمل كده لكن إزاي نقدس دي ساعة صلوات سنة الزيجية مما بتكتمل بتاخد ساعة أحفظها أحفظها عيشها بكيانك عيشها بفكرك افهم كل خطور فيها مثلا الصلوات كده مداش معنى عيشت الصلوات ترشاه انت وانتي بزيد مداش بالكليسة كيدة الزيت علامة تقديس وعلامة تطهير وعلامة شفاء هنبتدي بك مسؤولية نلمس العليس البورنوس انه انت كان بالأسرة انت دورك لما نقول الرجل ركس المرأة لا تعوي بأي شكل من الأشكال من السيطرة أو الحكم نهائيا كلمة رأس يعني المسؤول انت المسؤول عن هذه الأسرة طب مش معنا الراجب عشان نقول لك خالب قلب لا تفتيب بابا مش تفتيب باشر وبعدين نقول له ومنلبسها زي حرمالة كده زيارة لطيفة بردو بتوزيد وقت الكليد وبنعتبر أن الأسرة التي تتكون هي امتداد من الكنيسة الكبيرة زي الواحد عمو شركة وقال أنا طررت أعمل فرع في البلد الفلماني وفرع تادي في الحتة دي بالصبت كده الكنيسة إنجاز التعبير أو الرمزية في الموضوع بتعمل فرع بهذه الأسرة الكبيرة الصلاة بالتن في البداية كان فيه تعاقد بيقرور الزجر والزجر وأحيانا أبونا يقراه وهم يترددوا وراه وبعدين تعاقد مهم كده يضاف المجمع المقدس عمله من كذا سنة ثلاثة مع سنين كده إن فيه تعاقد يقراه زي ما الشمس يترسم والكاهن والأسل فيه تعاقد بيقاد وبعد كده بتمشي الصنوات وفيه وصية بتتقابل العريس بتتقابل العروس الوصية فيه الارتزام والارتزام الجديد تبود بيبقى مهم لهم هما الاثنين إن كل واحد يعرف حدود عمله إيه؟ حدود دوره جوا الأسرة إيه؟ فيه حاجات مثلا مكتوبة يمكن بسيارة عربية طبيبة شوية لكن كميلة معناها حد أحيان مثلا إيه؟ يقول للزوجة يقول لها تعيشي في البشاشة تكوني بصورة البشاشة قدام بيتك بص المشاشة أو يعني الروح الطيبة الهلية هي اللي بتفرح البيت ما انت اللي بتفرح البيت؟ أنا قلتلك من شوية الرجل رأس المرأة وليس فيها أي نوع من القيادة زي أي نوع من السيطرة متأس فيها القيادة وفيها المسؤولية انت بقى قلب الأسرة انت قلب الأسرة إذا كان فوق الرأس عشان المسؤولية انت بقلب بالروح روح الأسرة يا ها إيه المسؤولية الكبيرة ده هنا؟ آه وتبقى بالمسؤولية الحلوى ده هيك علشان الأسرة تعيش فالواصية بتاعت العريس و بتاعت العروس بتحدد دول كل واحد مثلا تفضع له وتركوني وتقول له يا سيدي زي صرر لأبونا إبراهيم وحل نضحك ساعاتي ويعني لو أعزف الكلمة ندهج أبونا يا سيدي رعنا النهاردة في قلب روح أبوشين وأبونا جوزي يا سيدي مش دخلة في نزيل كبيرة النهار خذي المعنى الروحي لوراه المعنى الروحي المسؤولية قالوا المركب اللي لها سيدي رئيسي 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 يقول البلكب وأنا سعيد أسعب مفيش مانا وأكون معين نظير له أنا خالص بس المهم اللي لها رئيسيي تدري فأنا ما نقول سيدي ده نوع من احترام وهنا في الحكاة عايز أسبح وأقول إن كررت أنا في المرات اللي فاتت وهوفت أكرر التعبير الأول إن الثلاث مفاتيح اللي ندخل بيه في سن الزيجة لتكوين الأسرة تلاث مفاتيح رئيسية وأساسية مفتاح الأول اللي هو الأحترام الأحترام تقديم الأحترام والمفتاح التالي تقدير الاحتياج كل واحد من الاثنين عدو احتياجات احتياجات نفسية واحتياجات عقلية واحتياجات فوحية واحتياجات كسدية لازم كل طرف يقدر احتياج الأطفل يقدر تماما ونبرة ثلاثة تنكين الاحتوال عملية الاحتوال مدين هو وهيه هو ربنا بخلال نتجوز ليه علشان كل واحد يحتوي ألقافا هو وهيه يحتوي مالك بتبشي وربنا هاتي سركم وتكون الأسرة أسرة سعيدة بهذه السورة وتكون الحقيقة أصنع على أخت الديسين يطلعوا أولادكم كده وقدادكم تشعروا بيهو انهم فخر ليكم وكل اللي انتوا عشتوه في سر الزيجة ده وتربيتكم لولادكم بيبان من قدامهم ابنك وابنتك في السورة ده وحتى لو اللهم يسمح لأحد الإنجاب بتكون ثماره لذيكة نوع من الخدمات كون انت بتخدم بسورة معانة أو انت بتخدمي بسورة معانة وهنبقى نتكلم عن أمر دهوة في وقت تاني يجي بقى حط الأكليل نحط الأكليل الأكليل كل الأكليل بتلاقوا فيه يعني زي فص كبير كده في الوسط وجنبيها بسورة صغيرة الأكليل علامة انتصار وفخر انك دائماً منتصر على أي ضعف انتي دائماً منتصر على أي ضعف ما هو الكوازكم تاناً مش دائماً بيعادل الساب ده عدو الخدمي الحالي والشطاب يعمل في خاف ويبغت الهدالي على سفره ولا يحفظ خصوصيته فبنقول له وبنقول لها انتوا للدين يجب ان تكونوا منتصرين ده نبرة واحدة نبرة للدين الفص الكبير اللي بيبقى في الإكليم أو يعني شبه الفص ده ده بيبقى تعبير عن الطرف الآخر يعني انت لابس إكليم الفص الكبير هو زوجتك وانتي لابسة إكليم الفص الكبير هو زوجك يعني ايه زوجي وزوجتي يعني دالماً انت وانتي بتفكروا بعض وده ابتداد للاتحاد الفكري اللي قلنا عليه في بداية الخطوط يعني عقلي مش مجمور غير الطرف الآخر عقلي مجمور عقلي مجمور عقلي مجمور عقلي مجمور سمار هذه السيجة اللي هيكونوا أبناء وبنانك رب الله يفرحكم بي انت شايلون في براسك وانتي شايلون في براسك دايماً مبديهم وانت بانتصارك على أي ضعف بيحصل الانتصار بأحفاظك الآخر بالإكليل دايماً إكليل لمعاش بلا سقوط ولا خطير ده إكليل إكليل وده إكليل النعمة غير المجروبة وده كمان كان أكليل رمزي للأكالين السماوية التي تنتظر كل طرف فيكم بعد ما عاشت حياة الزيجة بالعمر الطويل كده وكان أمين وكانت أمينة وحياتهم كانت مقدسة لهم أكالين سماوية تتفكر يعني مثلاً قديس مريمينة أو قديسة الليبيانة أبوها أمها أو أبوه مريمينة مشاركوا في السماء تنتصروا من جابلنا القديسة أو الشهيدة أو الشهيدة دي وضعنا كديم وبعد كده الدبل تنبس الدبل والدبلة معناها للوضع المقدس وبنحطها في الأصبع الرابع في ترتيب الأصابع كده وده الأصبع ومتصل بالقلب وهناك نقل أمها أمها الاجتماع من خطوبة للزواج ومبقى الدبلة مكتوب عليها اسم الطرف الآخر ومكتوب عليها تاريخ الخطوبة تاريخ الانتليم ومبقى الإنسانا بسر طول عمره ومبقى دي معناه الرباط المقدس الرباط المقدس الرباط المقدس هذه العلامة، وهذه العلامة متصلة لقلب الإنسان أريد أن أتحدث عن تقليل موجود في بعض الكنالس، ويبدو أن كانت موجود عندنا زمان ورغم على أيام أتحدث عن هذا التقليل، موجود في بعض الكنالس، موجودة في الرؤوة يوم ما يخشوا الكليل، هو وهي، الكاهن يجيهم صليم، هي تبسك الصليم ويحط الديه هو العريس على ديها، والكاهن اليد التالت لفوق، ويبارك الصليم ويكون الصليم تهور، وهو يسلمه للعريس والعروسة، يقول له بالعبارة له لقد، بكلب العريس، لقد وجدت صليبك، فليكن صليبك محموباً ومحمولاً معززاً ومكرراً، وعلم هي، يروح يقول له، لقد وجدت، وهي مسك الصليب، لقد وجدت صليبك وليكن صليبك محموباً ومحمولاً، معززاً ومكرراً، ويبقى له مسكين، الصليب بعد أن أبونا يخلص الصلاوات وليكن صليبك محمولاً، وليكن صليبك محمولاً، وليكن صليبك محمولاً والصليب ده هو، يبقى دايماً قدام عليهم، ودايماً يقبلوا هم اللذين الصليب قبل ما ينامه ولما يجبهم الأطفال، يعلمهم الأطفال أنه كيف يقبل الصليب قبل ما نعدينا نعدينا أيه، الطفل يقول إبوز بابا، إبوز ماما، بنعمل التقديد الجميل، بيعلمهم كيف صليب المسيح ويصير يسوع صديق العائلة من خلال هذا الصلاوات، ويصير الصديق مصدر الحب ويوم ما يحصل مشكلة ما بينهم، يجيبوا الصليب اللي خدوهم مثلي، يحطوهم ما بينهم ويتمعشفوا المشكلة، بيقولوا البلاد اللي فيها هذا التقديد الجميل، أقل البلاد في حالات الفصال أقل البلاد، لأن بسرعة، أولاً كل يوم، المسيح قدامهم، والصليب قدامهم، وفي نفس الوقت، هم على اتصاب، وتحبيل الصليب في نهاية كل يوم، وتعليق عملهم، التقديد جميل، خلص التقليد.. يعنى، حتى لبتوط في حياتنا،؟ أحياناً بنذي الأسرة الجديدة إنجيل، كتابه القر pircos every day و shores each day بعد كده استنمي عريس عروسك المستنمي هو بقى زوجك وانتي سرتي زوجته وكل ده بيتمكه بالده مفتح ده من ذيكا لو عطيتسو بالحتة ده لو تفتكروا طاقس كده بنا معكم طاقس له قيمة ويتقدم علشان يفرحنا كلنا هما الاثنين طبعا ده القلام ده كله يختلف عن اي زوجتاني لا تقولي زوج مدني ولا اجدماعي ولا اي شكل بالاشكال التانية ده هي قيمة سر الزيجة اللي بيرضو ممي الاثنين وبالصورة الخلوة ده هي بيكتمل سر الزيجة بيركعه قدام الهيكا والركوع بتاعهم ده بيبقى علامة للخضوع هما الاثنين الخطرين لشخص المسيح اللي هيخضوهم وايامهم وهما ركاين المد بتاعه طاقس كبير ساعة فيش نهاية لالشوشار ولا الناس تيدي مش عارف تاعدل نمس العريس ولا نمس العروسة ولا المتاعات ده بيبقى نشوف هدشين من خطف ايه والواحد يضايبي على حق ده سوى ضيارات ده ونجي ليش كدو عن كده هو ليه مصادرة فيها متاعي هو ليه فلان مش طايم فلانة هو ليه فلانة عاملة مش عارف ايه ويش لانة خطو بركة السلف كنوعة تضيع حاجة من بركة السلف ده ساعة ساعة ويمشوا في اتجاه بيتهم وهم المسيح في وسطهم وتكونت الاسرة الجديدة من هو او هي بالصورة الجميلة اللي هي وبقت انسي جزائح مسجلوا على عقد ولا لكن هي حضور الروح القطط اللي واحب بيتهم وحضور الناس لان ده تم علم في العلم فبقى فيه شهود وفيه اعلانية وفيه حضور الروح القدس وفيه حضور الكنيسة ممثلة في الأب الكائنة والأب الأسرق والشكل الجميل ده اللي بتبني بهذا التقص الجميل خلصنا الكنيسة ابو هنعمل ايه بعد كده هنعمل ايه؟ هنعمل ايه؟ نضايع بأكل اللي فيه نضايع بأكل اللي فيه خلص؟ نضايع بأكل اللي فيه نضايع بأكل اللي فيه أنت الآن أيها العريس الزوج قد صرت وأخذت نعمة غير منظورة والروح القدس هلا بينكما فرفع قلبك الشكر وانتو خارجين ناس بيبركلكم لكن قلبكم عمال يشكر الله على هذه النعمة الكبيرة وزي ما قلت لك التداخل بالنية الصالحة لتنجح زيجاتك انت وانتي بعض الزيجات بتختار ما تقضي أول ثلاثة ايام يسموها أيام طويل في مكان كده يربع عقوة ببعض ويبتد يتخلصوا من كل بقى قدامه وشأن كانت موجودة كده ويأناسوا ببعض يسموها أيام طويل حتى احنا في خدمتنا قبل كده كنا مخصصين بيت مخصوص زي فينة صغيرة كده للي حد يجي قضي أيام طويل ومازالت موجودة في كل جميع يقضوا أيام كده مريحة بعد الزحفة والزنق نقول كلامين كتير وعندهم يدرسوا يشوفوا سر الزيجة مثال ده وكما يقضوا في الكتاب القدس ويخلوها أيام صداء ويمتدوا أسرتهم بالصلاة وبالنجيل ويقولتهم أيضا هناك ناس يتكلم هناك ناس لا تفهمش خلاص وبعدين يبتد للأسف الشديد دهور العالم ويحطن ويشوش ويضيع البركة لخدمها في الكنيسة عايزين نعمل قاعة وأحيانا الموضوع دهو ياخد فنس كتيرا وحن عدتكم بتعمل قروط عشان تعمل مشاعر في قاعة وتعمل منظر وكل هذا لا يأتي بشيء وليس له أي قيمة بالمارة لا يأتي بشيء وغير بس العظم بتاع الحضارتك اللي هو اكتبار ان انا عملت ابني وعملت ابنتي ثم ربما في القعدة هي تأتي أفعال منافئة تماما للسر اللي كنا فيه من ساعات وفكر معي أيها الحبيب ويتولدنا المبارك فكر معايا اين عملنا دا اين عملنا دا اين عملنا دا مره واحد قال ليه تشبيه البريمة أبدا قال لي دعامل زي واحد عامل طرطة جميلة خالص واخد شوية رابره وشوية رابره طبع طرطة يال تشبيهنا بساعة شوية فوق لنفسك فوق لنفسك قدون يعني مفرحش قولك دا الكنيسة كلها فرحة دا المسيح نفسه فرحة بالأسرة دا المسيح اول معيزة عملها كانت في عرص القرى الكليم واحنا نبتدي في صلوات ما نقول يا من حضر في عرص القرى الكليم يا من ضارك في عرص القرى بارك الزوال في صلوات ما نقول كده صلوات ثلاثيك انتبوا من نفسكم انتبوا من نفسكم طبعا انا بالأكل ان في ناس من الموجودة او الناس اللي تستمعنا قولنا سهيرنا ونوش دعوا بالواقع دا انت تخليك عايش بالواقع فرحة اسرع من الأسرة اعرفها جموا قالوا سألوا بابا وابدهم احنا نعمل حفلة وحفلة شو هرف انت ايه وانترق كبير بالألفات ايه رأيكم هناخد المطلبة وهنقدموا مركة للناس اللي هتاك. فجابوا شوية موادة تبوينية وحطوها في كياس كده صندقوا الأجليل فلان وفلان. وحطوها في كريسة. خلاص. هم الناس اللي انت عزيبهم في الحفلة نايسهم عدد. نايسهم عدد. نايسهم شرق. نايسهم الحفلات. نايسهم حداخر. نايسهم حفلات. ناس ثانية خلت الوضع عاملوا حفلة بس حفلة روحية. روحية. تبطى مع ترحليم حلوة. هنقوم بأكل لقوة ما يبعب كده سمينها غالب المحطة على موسيقى هادية موسيقى حلوة. الهنية او هو احياني بيكون شاطر في كنيسة او مرنم او مرنمة يقف يقول تغنيمة او تقول تغنيمة. مرة حضرت في حاجة زي كده اه هو ويف الشعر بيكتب شعر. فالشعر الحمد. الشعر يخصها ليه اللي صارت عرزته او زوجته. والشعر يخص البنودي بطنية مطيفة وهدئة. وعلى لقوة بسيفة كده وتديني الامر. خد باتكم. خد بات. بعد ما تاخد باركة زي كده تعمر ويكتور حياتك. بالله يرحاش بحكة بتوع ساعة من ساعتين. من غير اي قيمة ممكن تكون لك. ومهما عملت بحفلة هلطلعوا بسي ايه؟ ينقضون. اولا بيكتب عصة كزا. ما كانش فيها كزا. شفتوا فلانا تصرف ازاي. شفتوا فلانا كانت عاملة ايه؟ وهكزا. ينقضوا حتى اللي انت عرفته. تطلب البركة والنعمة. في نص خلص الاغليل وتسافر على طول عشان تتجنى الموضوع الحفلة التالي. سوف تقضيه من ثلاثة في مكان خلق ومكان كبير كده يبكدوا بي حياته. بأي صورة منصوة. لكن انتبه لسر الزيجة له باركته في تكوين كنيزة الجديدة. الكنيزة الجديدة اللي عايزة تحافظ على البركة. وناخد سر الزيجة. ناخده. نحفظه في قربين. نحن الاتنين. ونعيش بينا. وهو ده سبب البركة في حياتنا. يوم الكنيزة يوم مبارك ويوم مقدس لكل اسرة. وبركة سر الزيجة باركة عفيقية. وعشان كده انا بدعوكم كلكم سواء الشرابة او الشرابة او الشرابة او بابا وماما اللي بيركوا بلادكم ان يوم سر الزيجة ده. يوم مقدس للغاية. ويحتاج منا كل تفكيز. في ناس بتعمل تجيب اسحاح تلتاشر في رسالة كولونسوس القولة اللي هو صاحب محبة. صاحب محبة. هو تلتاشر آية. يكتبوه وهنا يوزعوه كفة الفرح. صاحب محبة. صاحب محبة. صاحب محبة خالص. او نعمل في مسيحة. نكمل بابا ورحنا بعد كده. لكن هي الزيجة يوم سر الزيجة ده لازم ياخد كل الاهتمام وكل اعتبار والدني. ربنا يبارك حياتكم. وانا سعيد ان انا اكون واياكم باستمرار. وامسوط في زيارتنا هنا. وامسوط الطاعة الجبيرة من بابنا الجبيرة ده اول. يعيش كبابا جبليين ويعطوه. 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 كده. يخدم كل آآ الرعية بهذه الدارشية المباراة. سعيد تفضور. احبار الله. وكل الامات كهنا مش ممسك. بايدنا تفضور. احبار الله. اخر اكتشبه . موسيقى 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 موسيقى